سلم محافظ القاهرة خالد عبد العال تصريح تشغيل لثلاثين كشك أسفل محور تشينسو أبي بمدينة الأمل عزبة الهجانة سابقا وذلك كدفعة أولى للمستحقين الذين تم إزالة محلاتهم عند تطوير المنطقة وأكد محافظ القاهرة أن ما تشهده منطقة مدينة الأمل هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها وعلى نحو يرتقي بأحوال المعيشة حيث تم ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها لتحويلها إلى منطقة حضرية متكاملة الخدمات